ينضم إلينا من بيروت الكاتب والبحث السياسي اللي بي ردوان الفتوري أهلا بات معنا سيد ردوان على سكاينيوس عربية عودت باشاغا بهذا الشكل لمزاولة أو منصبه ومهامه تحت ضغط السلاح هل باعتقادك سوف ينزع فتيل الحرب بين ميليشيات مصراطة وترابلوس أو على العكس سوف يكون لديه تتعايات سلبية ويكرس بشكل أكبر الانشقاق والشرخ بين ميليشيات باشاغا والسراج الذي يرى 300 عرب مسلحة في استقبال هذا الآغة والتسريحات الرسمية والذي يرى كيف ميليشيات مصراطة حاصرت مقر الحكومة والذي أيضا يرى كيف مصراطة احتفلت وطبعا هنا تتجلى الحياة المدنية بأبهى صورها ولا للجيش الليبي ولا لحكم العسكر هذه هي الحياة المدنية التي ينشدونها لكن واضح كل الدلائل تشير أن هذا الآغة كلمته صارت فوق كلمة السراج أعتقد أنه صار الرجل الأول بالنسبة لتركيا وبالتأكيد السراج ومن خلفه ميليشياته الذي هو مرتبط بها وعي مرتبط بها لن يسكتوا أعتقد أننا على بداية مواجهة ساخنة بين هؤلاء العصابات اتضح جليا سيدتي أمام العالم أن هذا الآغة هذا الذي يدعي أنه وزير الداخلية ميليشياوي باحتراف لماذا؟ سيد ردوان لأن كيف يتسنى له؟ لماذا قد استندت لكلامك لماذا قد ترغب تركيا في ترجح كفة باشاغة على كفة السراج؟ هنا أسئلة كثيرة تتمحور حول عودته بهذه الظروف هل هو فقط بسبب دور تركي في الموضوع بالنسبة للثقل العسكري لميليشيات باشاغة البعض يتحدث عن أكثر من 17 ألف مسلح يأتمرون لأوامره ما السبب تحديدا؟ أعتقد أولا يعني كل هذه الأسباب بالإضافة إلى السبب في غاية الأهمية سيدتي أن تركيا يهمها أن يبقى الوضع كما هو أي بمعنى هناك احتدام هناك خلافات بين أتباعهم من الميليشيات سواء السراج وباشاغة لماذا؟ لأن لو استقرت الأمور ووصلت إلى حل سياسي سيدتي كما يطالب ما يسمى المجتمع الدولي لن يبقى دور لتركيا لذلك هي حريصة كل حرص أن تظهر المنطقة الغربية بؤرة من بؤر التوتر والتصارع بين الميليشيات وهو حقيقة فعلا لكن تركيا يهمها أن لا تتوحد هذه الميليشيات وتكون كلمة واحدة لذلك تركيا طبعا تنظر إلى المدى البائد تركيا تؤسس لإقامة عثمانية في ليبيا الذي يرى طائراتها شحن يوميا لغاية الأمس وهي تنزل في مطار الوطية الذي يرى تمكينهم وألاف ألاف المرتزقة يدرك تماما أنهم يخططون لعشرات السنين للبقاء في ليبيا ولكن حالة الشرخ والانشقاق هذه سيد ردوان مش ممكن أيضا يكون إلى رد فعل عكسي استمرار المناوشات العسكرية بين الجانبين الإمكانية أن يستغل الجيش اليوم الليبي الوطني هذه الانشقاقات من أجل معاوضة ربما الهجوم على ترابلس من جديد وأيضا سوف تؤثر هذه الانشقاقات على صورة الحكومة المعترف بها دوليا أشكرك على هذا السؤال حقيقة طبعا بالتأكيد الجيش بعدما رأى العالم بأجمعه أن ترابلس المفروض هي أولى بنزع السلاح ورأى جهارا كيف يتناحرون هذه الماليشيات ورأى أن لا رجل دولة في ترابلس وأيضا بالإضافة إلى المليارات التي تنهب أعتقد أن الجيش سيكون له تصرف مفاجئ حازم أعتقد لأن الأمور وصلت إلى منتهاها يعني الذي يرى الذي يرى مش حيلة كيف ماليشيات مصراتة تحتفل وتتحج بأنه رجع إلى عمله ما معنى هذا؟ معنى أن مصراتة أحكمت قبضتها على ترابلس هذا معناها فلذلك سيدتي هذا الوضع الهزيل الذي الآن يتشدقون بما يشبه سخيرات تو وحوار واتفاق سياسي وعن ماذا؟ أنت تجلس مع مرتزقة تجلس مع مجرمين لن تتوصل إلى أي شيء أنت عندما تجلس مع هؤلاء فهم مندوبين التركي هم يتحدثون وهم دمية يحرقهم أردوغان سيدتي إذن أعتقد جازما ودائما أقولها الجيش هو المنقذ الحل العسكري هو الحل الذي ينقذ ليبيا على يد أبنائه جنود قواتنا المسلحة شكرا جزيلا لضيفنا السيد ردوان الفيتوري الكاتب والباحث السياسي الليبي على هذه المداخلة من بيروت ترجمة نانسي قنقر